اعتراف دولي جديد بدور المملكة المغربية لصالح القضية الفلسطينية وبالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على الساحة الدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع الخاص للمدينة المقدسة ومساعدة السكان المقدسيين الإعلان جاء خلال جلسة مناقشة مفتوحة نظمها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط وتشيد الحركة بجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي حضرة الرئيس تدعو الحركة لقبول عضوية دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة متمتعا بكل الحقوق والانتيازات كما طالبت المملكة المغربية خلال نفس الجلسة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار كسبيل وحيد لإنهاء مأساة الفلسطينيين وجددت إدانتها لكل التجاوزات وسياسات العقاب الجماعي والتهجير القصري للمدنيين مؤكدة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة السيد الرئيس تطالب المملكة المغربية مرة أخرى بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار كسبيل وحيد كفيل بإنهاء هذه المأساة وضرورة ضمان حماية المدنيين مفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بنسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة وإطلاق صراح الأسرى والمحتجزين وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية نجل إقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل الشعوب المنطقة من جانب آخر جددت حركة عدم الانحياز الدعوة إلى الاحترام والحماية الكاملين للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس كما جددت الحركة دعمها لحل إقامة الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية